الحرمان والتهميش مع سوء الحكم هما الأسباب الرئيسة التي تدفع الشباب الأفارقة إلى تطرف العنيف وذلك وفق دراسة حديثة شاملة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المزيد في سياق تقرير التالي أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مزيجا خطيرا من الحرمان والتهميش وضعف الحكم يدفع الشباب الأفارقة إلى التطرف وأوضحت دراسة أجراها باحثنا من الأمم المتحدة بعد أن قابلوا ما يقرب من 500 شاب من الأفارقة الذين انضموا طواعية إلى منظمات متطرفة من بينها جماعتاء الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا أن العنف في الدولة أو إساءة استخدام السلطة كان في كثير من الأحيان نقطة التحول النهائية لقرار الانضمام إلى جماعة متطرفة وأكدت الدراسة أن الذين يتم تجنيدهم غالبا ما يشعرون بالإحباط والإهمال منذ الطفولة ولديهم تطلعات اقتصادية محدودة وفرص ضئيلة للمشاركة المدنية الهادفة واعترف أكثر من 70% من المجندين أن الإجراءات الحكومية ومن بينها قتل أحد أفراد الأسرة أو صديق أو اعتقاله جعلهم ينضمون إلى جماعة متطرفة وأوضح التقرير أن عملية التجنيد في إفريقيا تحدث في الغالب على المستوى المحلي من شخص إلى آخر وليس على شبكة الإنترنت كما هو الحال في مناطق أخرى وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الدراسة قالوا إن الدين هو سبب انضمامهم للجماعات المتطرفة فإن 57% منهم أقروا بأن لديهم فهما قليلا أو منعذبا للنصوص الدينية أو أنهم لا يقرؤون تلك النصوص على الإطلاق وتفيد الدراسة بأن فهم المرء لدينه يمكن أن يعزز الصموده أمام محاولات جذبه للتطرف ومن بين المشاركين وجدت الدراسة أن تلقي 6 سنوات من التعليم الديني يمكن أن يقلل احتمالات الانضمام إلى جماعة متطرفة بنسبة 22%